مهما اتهموكم في دينكم مهما اتهموكم في أخلاقكم مهما اتهموكم في إخلاصكم لقضيتكم مهما حاولوا تشويه صورتكم مهما اعترتكم الحيرة أو الغضب أنتم يهى الشباب الأمل والغد لكم وهذا الغد قادم لا محالة عما قريب فأحسنوا ولا تيأسوا واعقدوا آمالكم بالله تعالى عندما تشعرون بمرارة الخذلان ممن يحيط بكم تذوقوا معنا إشارة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى صدره وهو يقول التقوى هاهنا لتوقنوا بأن عماد الأمر هو القلب عيشوا سمو عبارة سيدنا المسيح عليه السلام عندما أجاب الذين كانوا يفرغون أمراض نفوسهم بالمطالبة برجم المرأة التي اتهموها بالخطيئة قائلا من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر أولا تأملوا عبارة نبي الله شعيب عندما اتهمه قومه بما ليس فيه واستخفوا به لقلة عدد من معه فأجابهم بسكينة الانكسار وصدق التواضع وعظمة التوكل على الله إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أطلبوا التوفيق من اعتمادكم على الله في نجاح سعيكم وتحقيق آمالكم التي ناضلتم وضحيتم من أجلها ولكن احذروا الخطر الحقيقي خطر أهواء النفوس وأطماعها فهو الداء الذي تنشط جراثيمه منذ اللحظة الأولى للنصر وقد قال بعض السلف ابتلينا بالهزيمة فثبتنا وابتلينا بالنصر فلم نثبت شيدوا صرحا من التقوى الظاهرة أساسه تقوى القلوب واطلبوا تزكية الأنفس واصدقوا الله في الاعتراف بالتقصير اللهم يا مقلب القلوب ارزقنا تقوى القلوب موسيقى 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 موسيقى